سوف افضحوا ده انتو كنتو سابين قنواتكو بتشتمي الجيش ليل النهار نعم وجراتكو طول النهار ليل النهار بتشتمي الجيش ده انتو فتحتو البلوعات بتاعتكو ما كنتش بتصديف واحد اللي بيشتمي قوات المسلحة على التلفزيونات وعلى المواقع وعلى الجرايب جيني النهار ده اتكلمي عالجيش من امتى من امتى ده انتو لو واحد بيدفع عن الجيش كنتو بتطوع عنه المكالمات ده لو واحد طلع في القناة عندكو يتكلم عن الجيش كلمة كويسة ما تدلوش الكلمة الموزيع ولا الموزيع اللي قاعدة يشوف حد تاني عشان يشتمي الجيش اكتر يا السلام هو انتو فاكرين ناس نسيت ولا ايه هو انتو فاكرين ده احنا كنا عاديم نتفرج عليكم ده انا كنت اعتبت بتفرج عليكم وكنت بضحك هم دول هم دول ده انتو شفتوا وساق أمن الدولة كانت ايه اللي خدتوها وعرضتوها بالكامل على كل وسائل الاعلام كل الاعلامين والاعلميات كل القنوات جابت وساق أن الدولة سرقوها اللصوص بتاعكم والحرامية والمجرمين بتاعكم سرقوها وتعرضت فين ما فيه النهار ده عادي طوله النهار بتفرج كل زملائنا كل الاعلامين والاعلميات كانوا بيعرضوها كده اكنوا بيتكلموا عن هو ده ايه ده حلال ولا حرام دي كانت أسرار شخصية ولا أسرار عامة دي اللي كانت شخصية يعني دي اللي انتو كنتو بتقولوه دي اللي كانت شخصي حد حاسب حد حد تكلم على حد حد ساعد حد ولا وقتها حلال ده انتو كنتو بتتشافوا في الناس تتشافوا وانتو بتعلنوا وانتو بتعرضوا والثورجية إياهم والمطبلتية إياهم والكولجيء كلهم كانوا بيفتحوا كده وهات يا عام شفت فلان شفت فلانة شفت عملوا ايه خدوا يقعدوا يقروا ده النهار ده طول النهار عمال أشوفهم النهار ده مش مبارح لانه شفتها وقتها وقتها كنت بتبحهم ايه اللي بيتعمل ده بقت وسائق أمن الدولة مش أسرار وبقى البرادع لا مش أسرار البرادعي وهافضح البرادعي والنهار ده تاني وتاني شغال عليك يا برادعي النهار ده انا كنت مخليها السبت بس لا تاني وليه الله هو ابراهيم المعلم فاكر نفسه انه شغل موقعه ضدي انه هاسكت لا ده انت يا ابراهيم المعلم تعرف ايه اللي عملته مع البرادعي نعم نعم هو انتوا عملتوا حاجات وفاكرينها ما استخبية ليه طب وانتوا كنتوا بتعمله ايه اجتماعات مع الاخوان الله هو البرادعي على الاخوان ايه هاضربهم بالجزم هو الاخوان بيضافه على البرادعي النهاردة ده قال هاديكم بالجزم هو ساب مين في مصر وفاكريني البرادعي يعني ده نازل من السماء ولا عشان مدتوا انه البرادعي شتمكوا بالواحد قال عليكم الزبالين وحمير وحيوانات ومختلين وقفقين بالواحد هو ده اللي مزعلكم لانه هو قائد الحمير قائد الزبالين زعيم الزبالين هو اللي قال واحنا اللي قلنا مين انا بدفع عن بلدي هو انا جيت جنبه جيت جنب مجيتش جنبه هو انا قربت له كلمت على الحياة والشخصية خالص هو البرادعي النهاردة لما باع الوطن البرادعي باع الوطن وانا باعني الكلام البرادعي قابض نص مليون دولار في خمس حلقات على قناة تعزم بشارة يبقى بيبيع الوطن بيبيع الوطن قابض نص مليون دولار في خمس حلقات بدقوا من مبارح ده بيبيع الوطن بينهش في عرض الوطن وعرض الجيش وعرض الدولة وعرض الشعب وتيجي تكلمني وتيجي تكلمني عن البرادعي البرادعي واخد مية الف دولار في كل حلقة مية الف دولار من قطر لانو القناة دي بتاعت قطر نعم ده قناة ضد الدولة ده قناة ازرق احد ازرق جمعات الاخواء الارهابية ورفعوا علي قضية من سنتين وكسبت القضية لما قلت عليهم كده مين دول؟ البرادعي هيتكلم فين؟ بتكلم في القناة ضد مصر؟ وجايين تكلموني عن العدالة وعن شفافية وعن الحقوق فين؟ ده انا ما شفتش واحد فيكو كتب لما جيشنا بينتهك دفع عن جيشه احنا بندافع عن جيشنا وهندافع عنه ورقبتنا رقبتنا فدى جيشنا وفدى بلدي وانا عارف انا بتعرض ليه ولا يفرق معايا كله تحت وانا بقوله تحت حزائي لان انا عند قضية واحدة قضية وطن وليست قضية اشخاص شفتوا البرادع يتكلم عن وطن؟ انتو تكلمتوا عن بلد؟ دفعتوا عن شعب؟ قلتوا هنعمل ليه للشعب؟ ما تكلمش ابدا ولا اللي تكلموا خالقوا اي حد صوته مش هو يقول لي فورا وانا اعتزير له لان طول عمبارة عز الدين شكرا قال ده من صوتي انا مش خبير اصوات مش بناء الاصوات ولا الاشخاص انا لا يعنيني اشخاص على فكرة الاطراف الاخرى خالص انا يعنيني البرادعي انا تركيزي على البرادعي مش على مين بيكلم مين البرادعي اللي بيكلم الناس هو اللي بيطلب او بيطلبوه هو الموضوع البرادعي وليس مين ولا زيد ولا عبيت خالص لا يعنوني ابدا ولا شخص فيهم يعنيني نيائي يعنيني الاقرع السعبان رأس الحية هو ده ده الهدف اللي انا مستمر النهاردة كمان مكمل مش كتير عشان عندي حلقة وعندي صلاة وعندي شغل كتير وعندي حاجات كتيرة مش عايز ولكن النهاردة كمان لسه عمدينا شويط حاجات مهمة قوي نسمعهم ونشوفهم بعد شوية فاذا كان عز الدين شكري بيقول من صوته انا باعتذر له فورا لو كان من صوته انا معرفش لانان لا معرفوش ولا اعرف شكري بيقول عليه ولا اعرف عز الدين شكري ما يعنينيش لده ولا يعنيني ده خالص لكن هو كتب وقال ده من صوتي انا معرفش من صوتك ولا من صوتك يعني لا عرفك ولا شفتك ولا يلزمني على الإطلاق أي حد من ان تبع البرادعي لا يلزمني أبدا وتعامل برادعي لا يلزمني على الإطلاق ولكن من حق أي حد صوته لأنه هم يعنينيش يعنيني الكلام برادعي الطرف الأخر ما بيعنيش على الإطلاق يعنيني محمد مصطفى البرادعي نعم اللي أنا بقولك وباع الوطن وبيبيع الوطن وفاكريني مبارح لما قالك أنا بأخذ في المحاضرة 50 ألف دولار فخلى البلد تجارة خلى البلد اللي عملوا في البلد خراب البلد هو اللي استفاد بيه جاي النهاردة بيكلم على مين جاي النهاردة بيكلم على الجيش جاي النهاردة بيشتم رئيس عبد الناصر الزعيم البطل جمال عبد الناصر